عندنا دجاجة بالكيس الحراري عايزنا دجاجة كاملة واحد درة عندنا اتنين كوسة واحد جزر واحد بصل ست فصوص توم واحد كوب مشروم واحد لمونة كاملة معلقة صغيرة من بابريكا زعتر كسبرة نشفة بوهرات رشة جسط الطيب اربع معالق كبيرة زيت زتون وملح وفلفل طيب خلينا دلوقتي نجيب التوابل اللي عندنا عندنا كل التوابل بتاعتنا هناخدها نحطها كده هنا في طبق بولا والبابريكا كله 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 واي توابل تانية عايزين تحطوها والزعتر اي حاجة تانية عايزين تحطوها بتقدروا تحطوها هنحط كمان التوم معاهم ودلوقتي هنحط عليهم زيت زتون ولمون ادي زيت الزتون وادي لمون هناخد لمونة نعصرها واللمونة التانية هنخليها كده شرائح تمام ناقص بقى ايه شوية ملح وفلفل وكده تمام النهارده بقى عندنا ضيفة مميزة جدا هتكلمنا عن حاجات لذيذة هي الستايلس طبعا المعروفة جدا دينا نصير هتقول لنا بقى عن كواليس كده الحاجات بتاعة الشغل بتاعها وقد ايه اهمية التغيير اللبس في كل حاجة في الميديا في المسلسلات تمام يلا بينا بقى نروح على الفرخة بتاعتنا تعالي 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 هنتبيلها بقى كويس جدا من جوه كده ومن بره وفي كل حاجة احنا عايزينها توصلها التدبيلة بنقدر بنحطها من جوه ومن بره طبعا الفراخ مخصولة ومتنظفة كويس جدا تمام كده طيب هناخد بقى دلوقتي الفرخة بتاعتنا شوفوا هنعمل ايه عايزين نجيب ازاي هنستعمل بقى الكيس الحراري الكيس الحراري بنحطه جوه شوية دقيق يعني معلقة كده من الدقيق دي بتخلي بس الحاجة اللي جوه نوعا ما ما تلزقش بس يعني هو ده الفايدة بتاعة الدقيق اللي بنحطه جوه الكيس فهخط كده معلقة هوريكو ازاي والكيس الحراري ده بيبقى موجود في كل السوبر ماركتات متوسر يعني بنمسكه كده بنحط الدقيق وبنمسكه كده وبنرج جامل بعد ما بنرج كده بناخد الدقيق تاني ونرجعه مطرح مكان طيب بصوا بقى يا حبايبي هناخد دلوقتي بولة تانية هنخط فيها الخضار المشرم عايزين تقطعوه اقطعوه عايزين تحطوه زي ما هو حطوه زي ما هو زي ما انتوا عايزين احنا ممكن نقطعه مثلا اتنين او تخلوه زي ما هو لو صغير خلوه زي ما هو لو حستوه كده عايز تقطع اتنين اقطعوه شوفوا هي الفرخة هتستوي كمان ساعة يعني ساعة هي هتكون جاهزة بس احنا هنخليها ساعة ونص علشان تبقى قطرة هناخد بقى الخضار اللي عندنا نحطه كده كله هنا وهناخد كمان توم زي ما هو نحطه وهناخد الدرة والكلام ده كله هنحطله شوية بقية التدبيلة اللي فضلت عندنا بقية التدبيلة وممكن نضيف لها كمان يعني لو هي هتنزل مية فالصراحة ما بنحطش مية هنحط كده التدبيلة بتاعتنا هنا ونقلب الكلام ده كله كل كده الكلام ده بقى حيبقى خلي تاني حقلع الجلافز اتهريت وانا بقلع وبحط في الجلافز علشان مش عايزة اوسخ الكيس عايزة يفضل نضيف هنحط تحت الخضار بتاعنا في الكيس وهنحط فوقي الفرخة بتاعتنا مرات كتير اللي الكيس دي بيضيع منها اللي بيبقى جاي معاها كده حاجة علشان هي نقفل الكيس بيها لو ضاعت بنقدر نستعمل الخيط بتاع اللي احمد رستو مثلا من ضمن الحاجات اللي بنقدر نستعملها يعني هناخد دلوقتي الخضار ونحطه كده هنا جوا وحناخد الفرخة اللي عندنا وهنحط جواها بس من البصل حط جواها البصل بتاعتنا عايزين تقفلوها بقى بخيط تقفلوها عايزين تخلوها كده زي ما هي زي ما انتوا عايزين هنفرد بس هنا كده الخضار ده نفرده كويس كده في الصنية كلها في الكيس كله ناخد بقى الفرخة بتاعتنا ونحطها كده جوا لهذا الشكل فهناخد بالوقتي الخيط هنقفل او اللي بيجي مع الكيس هنقفل الكيس بتاعنا كويس قوي خلاص وبعدين هعملو فتحة بس انا بشوف الناس بيعملو فتحات كبيرة انا بعملش فتحة كبيرة انا بعمل فتحة تكون صغيرة بس تسرب البخار شوية انا مش عايزة يعني ما انا لو عملت فتحة كبيرة ما انا حيبقى دخل وهوى كتير انا مش عايزة ادخله انا عايزة بس حاجة صغيرة يخرج منها الهوى فحاخد دلوقتي لو فيه المقص ماشي يلا حناخد السكينة بس بعمل فتحة بصوا قد ايه كده اهي بس كده بعملش اكتر من كده ابدا هي دي تمام هي دي بص دي بقى حناخدها نحطها في الصنية بتاعتنا وحندخل بيها على الفرن ازاي هنسويها يا غادة شوفوا هتاخدوها تحطوها في الفرن على اعلى درجة حرارة لمدة 20 دقيقة تمام يبقى احنا كده من الساعة ونص فضلنا ساعة وعشر دقايق الساعة وعشر دقايق دول هنخليها على درجة حرارة 180 منين ترجمة نانسي قنقر